تشهد للهند غدا الاحتفالات الرسمية بيوم الجمهورية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي كضاي في شرف وقد تأهبت العاصمة نيو ديلهي للاحتفال بانتشار الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي إلى جانب أعلام الهند في هذا المكان ومن أمام بوابة الهند هذا المعلم الرئيسي بالعاصمة نيو ديلهي يستعد ما يزيد عن مليار وثلاثمائة مليون هندي للاحتفال بيوم هام جدا في ذاكرة الشعب الهندي يوم الاحتفال بيوم الجمهورية هذا اليوم الذي استبدل فيه الشعب الهندي والوثيقة وثيقة القانون الهندي التي صدرت 1935 بالدستور الهندي 1950 وفي هذا اليوم أيضا في 26 من يناير تم استقلال الهندي علان استقلال الهند عن الاحتلال البريطاني وكما نتابع هنا في هذا الممر الرئيسي الذي سوف تقام فيه الاحتفالات القبرى بالهند نتابع العلم المصري يعانق علم الهند حيث تم دعوة مصر قضيف رئيسي للاحتفال بهذا الهام في ذاكرة الشعب الهندي ويشارك سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية بعد أن تلقى دعوة من رئيس الوزراء الهندي كمشاركة مصر قضيف شرف رئيسي في هذه الاحتفالات الهامة دعوة وحضور يعكس أواصر العلاقات القوية التي تربط مصر بالهند وكذلك تنمية تلقى العلاقات في الأوينة الأخيرة في ظل ما يشهده العالم من حالة استقطابات قوية تنأى مصر والهند بنفسهما عن هذه الاستقطابات وأيضا المشاركة المصرية في احتفالات الهند بيوم الجمهورية تتزامن مع احتفال مصر والهند بمرور خمسة وسبعين عام على العلاقات المصرية الهندية من يو ديالهي محمد عبد الله للتلفزيون المصرية شكرا